بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في المحاضرة السبعة بتاعتنا محاضرة الـ cost management خلصنا كده الحمد لله الجزء بتاع الـ scope والجزء بتاع الـ time management هندخل على الـ cost management الشابتر بتاع الـ cost هبارة عن اربعة process والاربعة لزاز وصغيرين ويعني من الشابتر الشابتة الصغيرة يعني الثلاثة process منهم في عملية الـ planning اللي هم plan cost management estimate cost management determine budget وبروسس واحدة هي في عملية الـ control تمام زي الـ scope وزي الـ time مفيش حاجة في الـ initiation مفيش في الـ execution ومفيش في الـ closing طيب في المحاضرة دي هناخد الـ introduction عن الموضوع وهناخد الـ plan cost management نبدأ في الـ introduction عايزين نعرف ايه الفرق ما بين direct cost و indirect cost الـ direct cost هي التكاليف اللي بتتأثر بصورة مباشرة بالشغل بمعنى ان هي مرتبطة بالاعمال بنفسها على سبيل المثال لو انا بعمل مثلا سقف خرصانة الـ concrete او الخرصانة اللي جوه الموضوع دي تكاليف مباشرة الراجل اللي واقف بيصب الخرصانة تكاليف مباشرة الفورمورك او الشادة او الحديد دي كده تكاليف مباشرة طيب العملية مثلا الحارس اللي قاعد في الموقع بيحرص الموقع او الـ office boy اللي موجود او مثلا الـ overhead اللي موجود في المكتب الرئيسي اللي بيخدم على الموضوع ده دي كلها امثلة ليه التكاليف الغير مباشرة هي فعلا تكلفة على المشروع لكن اتكلفها المشروع بصورة غير مباشرة مثل النفقات العامة الارباح التكاليف المشتركة بين المشاريع تكاليف المشتركة امثلتها مثلا لو في محاسب عندي بيعدي على كذا مشروع مش مسؤول بس عن المشروع ده فبالتالي على المشروع يعتبر المحاسب ده تكلفة غير مباشرة لأنه هو مش مرتبط فقط بالمشروع ده طيب عايزين ناخد الفرق ما بين Fixed و Variable Cost Fixed Cost هي التكاليف السابتة بغض النظر أنا بشتغل ولا ما بشتغلش كده كده بدفعها لكن التكاليف المتغيرة Variable Cost بتختلف لو أنا اشتغلت بتزيد لو ما اشتغلتش ما ببقاش فيه تكاليف على سبيل المثال مثلا الفورمان او المشرف اللي موجود معايا في الموقع هو كده كده بتفعله راتب اشتغلت ما اشتغلتش بتفعله فبالتالي عملية الاجور بتاعت المهانسين او الستاف اللي موجود عندي ده في الغالب على طول يعني كده كده هتفعله طيب اما ال Variable Cost زي الخامات اللي دخل في انتاج الموضوع بعمل مثلا دهنات المateria اللي بعمل بيها الدهنات دي تعتبر تكاليف متغيرة لو انا زودت في كمية الدهنات هتزيد كمية المateria قللت هتقل كمية المateria ما عملتش دهنات خالص مش هيبقى فيه material بستخدمها فبالتالي دي Variable Cost طيب من ضمن ال Definition Life Cycle Cost دايما لما باجي اعمل دراسة لمشروع معين ما ببصش بس لتكلفة الانشاء لازم ابص كمان للتكلفة بعد مرحلة الانشاء طيب بعد الانشاء الا هيحصل هيحصل ان انا عندي product او منتج على سبيل المثال مبنى من المباني موجود جواه انظمة زي انظمة التكييف طيب هدفع فلوس عشان صيانة انظمة التكييف دي ولا لا اه فيه تكلفة للمنتنانس وفيه تكلفة للأوبريشن تشغيل عشان اشغل النظام نفسه فبالتالي لازم اخد بالي باعتبار جميع التكييف الموجودة في المراحل المختلفة Life Cycle Cost Looking at the whole Life Cycle example Don't pay less for lower quality than pay more for maintenance مدفعش قليل على ان انت المنتج عجبك ان هو هتأخده او هتحصل عليه بسعر قليل وبعد كيه ترجع تدفع الفلوس اللي وفرتها دي في الصيانة Value Analysis او Value Engineering مقصود بها ان انا احاول ادور على بدائل تكون اقل في التكلفة بحيث ان هي تأدي نفس الوظيفة بتاعت المنتج بس تكون اقل تكلفة طيب دي كده Introduction ندخل في البروسيس الاوليه عندنا Plan Cost Management زي ما اتفقنا في كل Knowledge Area في بدايتها بيكون فيه بروسيس خاصة بال Planning اللي انا بعمل فيها خطة تعتبر جزء من خطة ادارة المشروع زي ما قلنا في السكوب Plan Scope Management وفي Time Plan Time Management برضو فيه Plan Cost Management واتفقنا ان اي خطة بيبقى الهدف منها ان انا بجاوب على اسئلة ازاي انا هعمل ادارة ازاي هخطط بقية العمليات التخطيطية اللي جاية ازاي هعمل 컨ترول ومرأبة على Knowledge Area دي او على المجال ده الانبوتس عندنا Project Management Plan Project Charter Enterprise Environmental Factors Organizational Process Assets Tools والتكنيكس Expert Judgment Analytical Techniques Meetings الاوتبوت الرئيسي اللي انا عايز اطلعه هو Cost Management Plan طيب كل الانبوتس والتولز والتكنيكس عارفينها مع هذا Analytical Techniques الاناليتيكال تكنيكس التقنيات التحليلية من ضمنها The Strategic Options To Fund The Project الاختيارات الاستراتيجية عشان امول المشروع انا هعمل المشروع ده ازاي؟ معي فلوس ولا لا طب هستلف طب هشارك عندي Self Funding ان انا امول بنفسي عندي Funding With Equity انا يبقى فيه مشاركة يبقى فيه مساهمين فبالتالي هستخدم حاجة اسمها اسهم Stocks او ان انا اعمل Funding باستخدام Debit باستخدام الاقتراض اللي هي بيسموها Bonds او السندات ولشك طبعا ان هي ايه؟ لو كان فيها عوامل ربوية لشك ان هي محرمة شارعا لكن احنا بندرس الحاجة نفسها عشان نبقى عارفين او فاهمين الترمينولوجي ايه او ايه اللي موجود في العلم طيب البروجيكت ريسورسز فاينانس عندنا فيها اربع نقط عايزين نتكلم عليهم الاول Making ولا Purchasing اصنع ولا اشتري اصنع مش مقصود بها ان انا هفتح مصنع وهصنع منتج لا مقصود اعمل حاجة بنفسي ولا اشتريها من برا كمثال عندنا في الكونستركشن ان انا اجيب العمالة بتاعتي واعمل شغل الديهنات بنفسي ولا اروح اجيب سابكنتراكتور ده مثال البرشيزينج انا كده بعمل برشيز للمنتج عن طريق ان انا بعمل هايرينج لسبكنتراكتور لسبكنتراكتور ده هو اللي هيعمل لي شغل البينتينج او شغل الديهنات فبالتالي انا لازم ابدأ يبقى عندي ايه فكرة هل انا اعملها بنفسي هل قادر على كده هل ده اوفر لي هل ده من ناحية المشروع كتايم وكواليتي هل ده الانسب او ان انا اعمل لها برشيزينج من برا او عن طريق حد تاني الرينتينج والليزينج الفرق ما بين الرينت والليز الرينت ده بيبقى على الشورت ترم لكن الليز بيبقى على اللونج ترم على سبيل المثال لو انا عايز لودر في الموقع واللودر ده مثلا عايزه لمدة قصيرة عايزه لمدة عشر تيام طيب هروح اجيب من شركة او بتأجر لوادر او شويل واجيب اللودر ده ويفضل عندي العشر تيام طيب لو حصل عطل فيه من المسؤول عن الصيانة اللي مسؤول عن الصيانة الشركة اللي اجرت لي اللودر اما لو بعمل ليزينج ده بيكون لونج ترم لونج ترم معنى ان انا باخده لمدة سنة طيب لو حصل عطل فيه انا اللي علي الصيانة مش الشركة ده الفرق ما بين الرينت والليز طيب فينانشيال اناليسيز تيكنيكس طرق التحليل او اساليب التحليل المالية عندنا اكتر من اسلوب منهم البيباك بريود لو انا بعمل مشروع ببقى عايز اعرف العائد بتاع المشروع ده هيرجعلي بعد كام سنة بعد سنتين بعد ثلاثة بعد اربعة لا شك ان هي من اضعف الطرق في تقييم الربحية او تقييم الفيزابلتي بتاعت المشروع ده هالمشروع مناسب ولا لأ اختار المشروع ده ولا لأ لكن البيباك بريود لا شك ان هي بتديني انديكيشن مهم انا هرجع الفلوس اللي انا صرفتها بعد ادي ايه مقصود بها العائد على الاستثمار وبتبقى القيمة المالية بابقى عايز اعرف العائد اللي هيرجعلي ادي ايه مقصود بها طيبتى الواحده مش انديكيشن لان قد يكون العائد مسلا عبارة عن مليون مثلا مليون مليون ريال مسلا مليون ريال بسعشم يرجع لي المليون ده منطر اصرف لم 2008 مليون هسرف مcek مليون وهيبقى العائد مليون ومثال ثاني هصرف اتنين مليون ويرجعلي مليون طبعا لشك في الاولى النسبة واحد في الميه لكن في الثانية vezب أصرف اتنين مليون ويرجعلي واحد مليون فالنسبة يعتبر حوالي مثلا 50% طيب فبالتالي كلمة مليون لوحدها مش indication قوي ان هو يقول لي انا كسبان يعني كتير ولا قليل انا مش عارف المليون ده مقارنة بكام فبالتالي الpercentage بتبقى افضل عشان كده نيجي للنقطة التالتة اللي هي internal rate of return معدل العائد الداخلي على الاستثمار معدل العائد مقصود به النسبة بقى ساعتها بعرف النسبة دي 20% 15% 30% لا شك ان هي بتبقى indication اقوى من الرقم المالي اللي هو رقم فقط ال net present value او القيمة الحالية دي طريقة بتاخد في اعتبارها القيمة الزمنية time value of money القيمة الزمنية للفلوس باعتبار ان انا لو معايا مثلا الف ريال بدفعهم دلوقتي هم كمان سنة مش هيبقى قيمتهم الشرائية الف ريال هتبقى قيمتهم مثلا تسعمية بعد سنة تانية هتبقى مثلا تمنمية يعني ليها جداول عارفنا كلنا اللي بنحسب من خلالها القيمة بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة على حسب النسبة اللي بتقل بيها الفلوس قد ايه ومن خلال القيمة دي بتعامل مع كل الفلوس عندي الكاشفلو بتاعي اللي هي الفلوس اللي انا هدفعها دلوقتي وبعد سنتين وبعد ثلاثة والفلوس اللي انا هاخدها دلوقتي وبعد سنتين وبعد ثلاثة وهكذا وبحول كل واحدة فيهم لزمن معين اللي هو الزمن الحالي في النت بريزينت فاليو اجيب الفلوس دي كلهم يعني التسعمية اللي بعد سنة دي بمقام الف دلوقتي وهكذا بجمع كله بحيث ان كل الفلوس ابقى جبت قيمتها الحالية وابدى بقى اطرح الكاش ان والكاش اوت بحيث ان انا اعرف انا هصرف كام وهيجيلي كام وانه فيهم الاكبر واكبر بقديه وهكذا فبالتالي النت بريزينت فاليو بتهتم بتحويل القيم لقيم حالية الاوتبوت اللي عندي الرئيسي والوحيد من البلان كوست مانجمنت الكوست مانجمنت بلان بلان كوست مانجمنت دي البروسيس اللي انا بعملها طيب بعد ما اعملها بحصل على ايه ايه الاوتبوت اللي هحصل عليه هحصل على خطة دارة التكاليف طيب كوست مانجمنت بلان مكتوب فيها ايه هي المعايير والبروسيس اللي انا هشتغل بيها فيما بعد سواء في عمليات بلاننج او عمليات كنترول استابلش دي كريتيريا فور بلاننج ستركشورين استيمياتين بوجيتينج اند كنترول بروجيكت كوست كوست مانجمنت بلان ماي انكلود ممكن تحتوي على اليونتس اوف ميجر انا هقيس بايه هي وحدات القياس اللي هشتغل بيها الليفل اوف بريسيشن انا هقرب تأدريبات لغاية كم ديجت كم علامة عشرية الليفل اوف اكوريسي الاستيميشنز اللي انا هعملها دي هتبقى بلاسور ماينس واحد في المية ولا خمسة في المية ولا عشرة في المية ايه المقبول بالنسبالي الورجنيزيشنال لينكس يقصد مع النظم المحاسبية اللي في الشركة الروابط مع النظم المحاسبية في الشركة على سبيل المثال الراجل المحاسب ده بيعتد بيه حاجة اسمها بند الخرصانة مثلا انا صرفت عليه قد ايه لكن انا في الو بي اس بتاعي بوصل لليفل اعلى من كده بوصل لفورمورك والرينفورسمنت والمعالجة والصب والكلام ده كله فبالتالي الكوست مش هيوصل للدرجات دي لا انا محتاج ان انا اربط بقى ما بين الكلام ده والنظام المحاسبي وكذا في كل التفاصيل او كل الاكتيفتيز كنترول تريشولز كنا اتكلمنا عن تريشولز قبل كده وقلنا ان هي عتبات او ليمت بحيث ان انا بحط حد معين لو حصل باريانس اكتر من الليمت ده ممكن ساعتها ان انا اتدخل بمعنى ان لو انا كنت اوفر بودجت بمقدار مثلا 200 الف ريال خلاص مفيش مشكلة مش هتدخل اكتر من 200 الف لا كده ابدأ ان انا اخد خطوة معينة رولز اوف بيرفورمانس ميجورمانس طرق قياس الاداء ودي هنتعرف على الارنت فاليو في الجزء بتاع الكنترول الريبورتينج فورماتس بحط ايه هي الفورمات المعينة اللي انا بعمل ريبورتينج للكوست من خلالها ده كل ده بيكون في الخطة لكن بأكد على النقطة دي تاني ان الخطة مفهاش العناصر بتاعت التكلفة لا هي فيها انا هشتغل ازاي انا هخطط ازاي ايه هو الفورم اللي هستخدمه هعمل كنترول ازاي هعمل كنترول كله قد ايه هرفع ريبورت كله قد ايه فبالتالي هي بتجيب بتجيب على الاسئلة بتاعت امتى وها وازاي وهكذا لكن الخطوات نفسها بقى دي في البروسيسز اللي جاية بتاعت الستميشن ليه الكوست والبودجيتينج والكنترول وبكده يبقى خلصنا المحاضرة بتاعتنا وموعدنا يوم الاتنين باذن الله اشتركوا في القناة